شفنا اليوم رئيس الحكومة نجيب مئاتي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي عم يدلي بمواقف طعنة بموقف لبنان ولسيما بالنسبة للأزمة مع دول الخليج ما بعرف إذا كان الزيارة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحاول أن تكون بدل عن ضايع لحكومة ما عم تقدر تجتمع بظل ظروف كتير استثنائية ودقيقة وخطيرة عم يمرق فيها لبنان أنا بحب أذكر أنه من يومين على وقع الحادث الأمني الكبير بالعراق وهو محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي اليوم لبنان دخل بمنزل أمني خطير جداً عم بيطرع علامات استفهام أنه البلد لوين رايح يمكن اليوم معاد المهم إذا الحكومة تجتمع أو لا تجتمع يمكن معاد المهم إذا القاضي البطار يتنحى أو لا يتنحى أو الوزير جورج رداحي يستقيل أو لا يستقيل أو نلتهي بموضوع في بنزين في مزود شو أسعارهم الدولار سجل اليوم أدي سار الغاز هالأمور اللي عم يلتهيوا فيها الناس يومياً أمام أزمة وجودية كبيرة وخطيرة جداً يواجهها لبنان موحدة عم بيطرح عليها علامة استفهام اليوم الخطر على لبنان صار أكبر وصار خطر وجودة بظل أحكام القبضة الإيرانية على لبنان من خلال نفوذ حزب الله اللي عم بيتوسع واللي صار عم بيشمل أكتر من مجال اليوم المواجهة الخارجية أو الإقليمية صارت أكبر قدام المسائل اللبنانية الداخلية المطروحة اليوم أكتر من منزلق عم يمشي باتجاههم لبنان من دون أي حدا يتطلع أو يقول ليش عم بيروح لبنان بهالاتجاهات بعد محاولة اغتيال القازمة بلشت المخاوف من المنزلق الأمنة اللي كانت بلشت ملامحه تبين بعد أحتاس الطيونة عين الرمانة واللي لحد هلأ ما منعرف على أي أساس وقفيت وليش وقفيت وهل في خطر إنه ترجع تتكرر أو لا المنزلق الأمنة صار أكبر وأخطر المنزلق السياسي كمان صار أكبر وأخطر بظل تعطل الحكومة وعدم إدرتها على الإنتاج المنزلة الاقتصادية والمالي والاجتماعي صار معروف ويمكن ما بقى في داعي إنه نرجع نكرر ونحكي بمخاطره اليوم شو اللي مطلوب لوين رايح البلد بالأسابيع المقبلة سيما وإنه نحنا على مسافة أسابيع من عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بفيننا بـ 29 الشهر هالأسابيع القليلة مفترض إنه تشكل محطة مفصلية يمكن ليتبين شوي المسار اللي رح يمشي في البلد اليوم لبنان ليش بحاجة لحكومة فاعلة والدفع نحو فكرة أو خيار استقالة الرئيس مئاته مش لازم يكون كتير أولوي وإن كان له أهمية بالوسط السنة الذي يشعر اليوم بالأحباط وبيفقدانه كل صلاحياته عبر الموقع الأساسي اللي بتمثله رئاسة الحكومة اليوم بقاء الحكومة مهم وضروري وحساس لأنه اليوم قدامة أنه تعمل انتخابات نيابية في خطر كتير منه المنزل الأمن اللي حكينا عنه يطير هالانتخابات كما هو واضح لهل لا وفيه البرنامج مع صندوق النقد اللي لازم ضروري جدا أنه لبنان يدخل له حتى الآن كل الملامح تدل أنه لا حل في الأفق لا للحكومة ولا لأزمة الوزير جورج إرداحة أو القاضي البطار فيما المواجهة على أوجه مع الدول الخليج ومقدمتها المملكة العربية السعودية لذلك هل في حل هل في تسوية ممكن تجي على البلد حسب كل القراءات ما في شيء أبدا والله يستر البلد اشتركوا في القناة